لما الأهل وصل قطر تغطية الإعلامية والكلام على النادي الأهل وشوفنا مبارح يعني محلل لبناني بيتكلم على الأهل كويس جدا محلل جزائري تبتكلم فيصل الهجر وطرق مكور وفادي العمري وآيمن جادا الإعلامي السوري القدير اللي أنا دايما بسعد بسمع صوته حتى في الناريشن أو تعليق الصوت على أي تقارير أو حتى تقديمه للستوديوات التحليلية يعني إعلامي سوري من الطراز الفريد لما تسمع الأراء ومبتكلمه على الأهل ومحللوا قناة الكاس اللي عندها الحق بالتأكيد والستوديو خاص عن استيبال النادي الأهل أنت حضاك قلت لبناني جزائري سوي طبعا يعني كل التحية ليهم بس اللي زعل هنا القنوات المصرية المصري أو القنوات البعض القنوات المصرية مش بتدي النادي الأهل حقه زي ما القنوات العربية بتدي النادي شوفوا جماعا لهم مش شايفين الحدث أصلا شوف القنوات العربية محمد بتتكلم عن النادي الأهل ازاي شوف يعني اللبناني فادي العمري بيقول الأهل المصري سيد كارت أفريقيا وشعبيته طغية في كل البلاد العربية هي التصرفات ايه؟ على الشاشة على الشاشة بصراحة كل التحية لقناة الكاس لأنها عاملة تخطيئة ممتازة برضو للبطول الأهل عايز حلقات عشان نتكلم عنه الأهل مش بس نادي الكارن الأهل سيد الكارت صمراء وعملاك الكرة في الشرق الأوسط الأهل شخصية كبيرة دخلت بيت كل عربي وأنا من ضمن هذه البيوت ثقاتنا كبيرة بالأهل الأهل بمن حضر ده ده كلام فادي العمري ده لبناني هات اللي بعدها بص على الطارق المقور اللي هو الجسيري ده كان بيقارن الأهل بريال مدريد بيقولك أن الأهل المصري فخر العرب وأفريقيا وبيوازي ريال مدريد في بطولاته وقال إن لا يوجد في العالم غير فريقين بس عندهم ثقافة الفوس فقط الأهل وريال مدريد قال كمان إن أنا زورت النادي الأهل من قريب والأهلي مش بس 11 لعب في الملعب لا ده الأهلي إدارة وملاعب ورعاية وأكاديميات الناس لازم تتعلم من هذا النموذج النجاح من النادي الأهلي يعني أرقامه قرويا خيالية هات اللي بعده برضو الإعلامي طبعا الشهير أيمن جادة الإعلامي السوري تكلم إن النادي الأهلي من أكبر الأندية في العالم شعبية وجماهرية وكان بيتكلم على شعبية وجمارية النادي الأهلي تتكلم على نسبة كمان قالك 70-80% في الجماهرية وكان فيه الإعلامي برضو معهم يعني كان فيه إعلامي تاني برضو كان فيه إعلامي برضو يعني كازا حد تتكلم على فكل التحية بصراحة ليهم في القناة الكاس تتكلمهم بشكل كويس أوى عن نادي الأهلي لتخطيط وصول النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر